اشتركوا في القناة وقلوب ومشاهدي خشبة المسرح نتحدث عن مهرجان ليالي المسرح الحر تحديدا الذي سينطلق الشهر القادم المسرح الحر له عشاقه له من يرغب بالحضور وأؤكد تماما على واقعية المسرح وقد يصفه الكثيرون وهو كذلك أبى الفنون المسرح بشكل عام الواقعية تكون دائما حاضرة والشغف لحضور المسرح دائم للمتابعين وفي حراك كبير جدا من أصحاب الاختصاص وأصحاب الشأن إذا تحدثنا عن مدير المهرجان الأستاذ علي عليان نتحدث عن نسخة الثانية عشر على وجه التحديد ليالي المسرح الحر أكيد ستحدث بإسهاب عن الفعاليات وعن المشاركة العربية والدولية والمشاركة النوعية الأردنية بهذا الشأن أستاذ علي أسعد الله صباحك صباح الخير شرفنا بقدومك أشكرك وأشكرك على هذه المقدمة الجميلة عن المسرح ودوره في المجتمع هذا أقل ما يمكن أن نتحدث به عن هذا الفن الجميل هذا الفن الحقيقي يعني صح القول الأقرب إلى الواقع وإلى من يتابع ويذهب إلى متابعة الأعمال المسرحية نتحدث عن خشف المسرح، مسرح حر، مسرح تفاولي، مسرح الشارع أيضا تعددت الأنواع لكن نتحدث بهذه الإضاءة الصباحية عن النسخة الثانية عشر لليالي المسرح الحر الصحيح يعني المهرجان المسرح الحر يعني أصبح بمكانة رفيعة ضمن المهرجانات المنتشرة على مساحة الوطن العربي وأيضا أصبح معروف في أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية أيضا ويعني الدلاء للرغبات الفرق المشاركة في المهرجان كثيرة جدا وصلت هذا العام إلى تقريبا 250 طلب من مختلف أنحاء العالم المسرح حر نحن فضاء نمتلك حريتنا في الاختيار لا أحد يضغط علينا لا مضمون عرض ولا مضمون نص ولا معمون وشكل عرض مسرحي المسرح الحر نختار نحن بعناية شديدة ما يناسب طبيعة المجتمع الأردني أمام جمهورنا المنتشر في مساحة الوطن مصداقية عالية يجب أن نحاول لهذه المصداقية من دقة اختيار العروض المسرحية يعني كثير من المهرجانات المسرحية يلجأ إلى الوساطات والعلاقات الخاصة والعلاقات الشخصية أنه يعني بدي أجيب عرضي أنت صاحب بدي أجيب عرضك يعني التبادل هذا بغض النظر عن المضمون بغض النظر عن الشكل أو المضمون أو أنه يعني مناسب أو مش مناسب أو العرض يعني بيحمل سوية فنية عالية أو ما بيحمل يعني في مهرجاناتيك نحن في المسرح الحر دقيقين جدا في مسألة الاختيار إلى حد يعني تقدر توصفه حرد الصديق وزعل الآخر منها لأنه لم نختار عرضه أو لم نجلب عرض يعني غير مناسب لطبيعة وقد يكون التفسير كونه يتم الاختيار للأفضل وما يناسب أيضا طبيعة هذا العمل الذي له عشاقه تحدثنا بالعموم عن عشاق المسرح الحر والليالي تحديدا إذا تحدثنا الآن من زاوية أو من جانب آخر أكثر تخصصية تحديدا نتحدث عن النخب من هنا يأتي التدقيق والتركيز باختيار العروض المسرحية من خلال اللجنة وأنت مدير هذا المهرجان أيضا تحاكي النخب متخصصة نقاد مسرحيين لا يمكن أن يكون هناك عمل دون أن يكون على سوية عالية يعني مسألة النخب تصنيف النخب يعني أنا لا أميل أنه المسرح يكون للنخبة فقط أنا تحدث الآن بجزئية من الحضور من متابعين المسرح وهذه جزئية هامة لا يمكن لكن المقصود في الكلمة العامة للنخب اللي هو جودة المنتج المسرحي جميل هذه يعني جودة المنتج المسرحي بحيث أن يكون العرض بسوية فنية عالية ويحمل مضمون فكري جاد لكن بنفس الوقت يحاكي الجمهور بكافة أطيافه بكافة أفكاره بكافة يعني شرائحه بالتالي يستطيع المشاهد العادي الرجل البسيط يحدى العرض والرجل المثقف يحدى العرض والرجل يعني السياسي يحدى العرض ويستمتع بنفس السوية وهم جميعهم نخب بالمناسبة بالزبط يعني هون شمولية الكلمة هون جميعهم نخب لكن لا وكمان زمان كان مصطلح النخبة أنه يعني هذا عرض مصرحي للنخبة فقط النخبة المثقف يعني في فترة لما كان يطرح المصرح العباث أو مصرح الصورة أو مصرح الذهني هنا يعني كان تصنيفها هون أقرب تخصصيا بالزبط لكن أنت يعني طرحت بشمولية المصطلح الفني هذا المميزة في هذه الدورة المميزة في هذه الدورة أنه في دول لأول مرة تعرض في حياتها في الأردن جميل يعني مثلا المكسيك في عنا عرض مكسيكي اسمه هاملة عاملين هاملة تشكل كوميدي جميل جدا يعني ونص هاملة هو نقص شيكسبير يعني صحي وجاد وحزين لكن عاملين كوميدي يعني وعنا عرض هذا شايفه يعني على الهوى لايف يعني فهيكون مناسب جدا لطبيعة المجتمع الأردن نشوف هذا العرض الشيكسبيري بشكله الكوميدي وبلغة مختلفة ملغة لكن بواصل الجمهور من حيث أنه أصبح المسرح لغة عالمية لما يتضمن الموسيقى والغناء والرقص والتمثيل وكل هاي الأشياء تصبح لغة عالمية لما نشوفها على الفضائيات نشوفها على الشاشات بكافة يعني شرائحنا في البيوت نشوف كل هاي التجارب المسرحية أو العروض الغنائية على سبيل المثالة في عنا كمان عرض من تشيلي لأول مرة تشيلي يمكن شوف أمريكا الجنوبية بالضبط أنك تشوف عرض قادم من تشيلي أيضا هذا ينتمي إلى مدرسة الفيزيكال فيتر أو مسرح الجسد فبالتالي هذا أيضا يعني يستند إلى الموسيقى والغناء والأداء المعتمد على الجسد جسد الممثل وبالتالي المشاهد يستند هذا به جهود إضافي ترى بالمناسبة إذا يعتمد على الجسد بما يتعلق بالفنان كبير طبعا جهود يحتاج إلى جهود عالي وهذا أيضا معا طبعا نحن نقدم عرض إضافي ضمن فعاليات المهرجان في كلية التصميم والفنون قسم المسرح في الجامعة الأردنية حتى يستفيد منه طلاب يدرسوا مسرح في الجامعة الأردنية هذا عرض إضافي هم الفرقة متطوعين فيهم يقدموا عرض آخر يعني غير العروض التي ستتقدم في المركز الثقافي الملكي يعني نتحدث عن نصوص عالمية سنشاهدها من خلال خشبة المسرح الحر وبشكل مختلف وبشكل إذا تحدثنا عن هاملة كما أضفت وشكسبير لكن بشكل كوميدي بشكل فكاهي هذا قد يكون جديد المسرح الحر عام 2017 وبنسخة الثاني عشر الآن نوعية الأعمال بما يتعلق بالعمل الأردني على سبيل المثال بالمسرح الحر هل هناك أيضا اختلاف أو تنوع أو ما يلفت النظر من الأعمال التي شاهدتها يعني مهم جدا التنوع في عروض المهرجات جميع يعني احنا نختارين عروض بدقة وسوية عالية ويعني متنوعة ليست متشابهة في الشكل والمضموع جميع يعني مثلا العرض الأردني المشارك هو نص لفرقة المسرح الحر اللي احنا بنقدم يعني كمان نقدم تجارب مسرحية جادة وهامة على مساحة الوطن العربي مش بس في الأردني يعني ويعني عندنا عرض اسمه ذلال أنثى للكاتب أزاع البراري وإخراج زمين ناياة شطناوي وإنتاج وزارة الثقافة للعام 2016 أيضا سيمثل الأردن في المهرجات لأن عرض يحمل سوية عالية في مضمون الفكري المقدم للجمهور وتحديدا بيحكي عن العنف ضد المرأة وهذا موضوع يعني اجتماعي يعني ومهم يعني منه جدا كثيرا وهذه التجربة الثانية بتصب بنفس الاتجاه أنه نحكي عن قضايا المرأة من خلال قصص لأربع نساء كل امرأة تشتر ذاتها وتشتر حكاياتها مع المجتمع الذكوري وتقدم ونقدم هذه النماذج الأربع على خربة المصرح هذه عرض قدم في العام الماضي في مهرجان المصرح الأردني وكان عرض بمستوى رفيع وأيضا سيمثل أردن في هذه الدورة من مهرجان المصرح الحر جميل قد يكون سؤال خارج النص أو خارج المنهاج بعيدا على ليالي المصرح الحر كما وصفنا في بداية حديثنا لماذا ومن خلال خبرتك المتراكمة أستاذ علي يكون خشبة المصرح أو يكون العمل المصرحي أقرب إلى الجمهور من أي عمل فني آخر ولماذا يكون أقرب إلى الواقعية من خلال خبرة المتراكمة لك المصدقية عالية بتكون بجودة العمل كما تفضلت قبل قليل هذا من أحد الأسباب على سبيل المثال يعني هو عنصر أساسي المصدقية يعني إذا ما كانتش فيه مصدقية بالعمل المصرحي ما بيكون فيه قوة تأثير على المشاهد ونحن نطرح شعار المصرح في مواجهة الفكر المتطرف ونعي أهمية ودور المصرح في بناء الإنسان ونعي أهمية دور المصرح في الذهاب بالميول الإيجابية عند البشر نعم أستاذ علي أنا بدي أشكرك جزيلا شكر بهذه الإضاءة الصباحية وصلنا إلى نهاية الحلقة كل شكر لك مدير مهرجان ليالي المصرح الحر يعني نتحرى بشوق إن شاء الله قدوم هذا المهرجان وبالختام على الأمل التقينا وبطلالة يوم جديد انطلقنا من سمر الغرائب ومن تحميل عدوان أطيب الأمنيات على أمل اللقاء بكم بحلقة أخرى دمتم بحفظ الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر